مصر دايماً منورة بأهلها منورة دايماً زي ما بقول بعقولها العقول اللي تجنن حد بقيمة وبحجم وبعبقرية وبقلم أسامة أنور وكاشة الله يرحمه احنا كنا لو تفتكروا الشهر اللي فات كنا يعني بنحتفي بدكره وكنا بنتكلم عنه وأنا حتى كنت بقول أنه سر محبة الأستاذ أسامة الله يرحمه يا رب لإسكندرية أنه أنا دايماً أظن أنه لا ينبغي لأحد إلا أن يحب الأسكندرية صح فحتى بنته لما كنا بنتكلم فقالتلي ضبابة كان بيستخدم تقريباً نفس المصطلح بنفس الطريقة ما ينفعش حد ما يحبش إسكندرية طبعاً ياخدت إسكندرية ياخدت من ذهن ومن عقل الأستاذ أسامة مساحة ضخمة جداً في أعماله بفرح أكتر لما بلاقي أنه إحنا كمؤسسات إعلامية إحنا كشركات إعلامية يبقى في عندنا هذه الحفاوة في الاحتفال أو في تخليد الإسم الإسم خالد بأعماله بس ما تيجي نتكلم على الأستاذ أسامة فتعلن القناة الوثائقية واحدة من قنوات الشركة المتحدة عرضها للجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة بإذن الله في شهر يوليو الجاري اللي هي تناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية الأستاذ أسامة أنور عكاشة اسم خالد الزكر اسم بنا وجدان أكتر من 300 مليون بني آدم عايشين النهاردة مسلسلات اللي كتبها الأستاذ أسامة هي مسلسلات بنت أفكار ووجدان وخيالات بل وبنت قلب ل300 مليون عربي ويزيد على أجيال أستاذ أسامة وهو يكتب منذ الستينيات وحتى لحظة وفاته الله يرحمه يا رب ما في حاجة جلت عنده قدرة مزهلة رائعة بديعة على صبر أغوار النفس الإنسانية والكتابة عنها بمنتهى التفصيل وكان تحس كده أن أستاذ أسامة بيحب كل أبطاله حتى الأشرار لأنه دايما في جانب جيد عند أي إنسان مهما بلغت درجة شره فهتلاقي دايما ده موجود يعني مثلا مثلا نبص كده على يلال الحلمية ودور عاصم الصلاح دار أستاذ يوسري مصطفى الله يرحمه يا رب فأنت تشوف في بداية عاصم الصلاح دار شخص لا يطاق موزج ولد ابن طبقة أريستقراطية منفلت طول الوقت لشخص لطيف وحبوب وأتقول لي عشان شو أقولك آه بصراحة بس يعني هنا في جزء جيد جوه عاصم الصلاح دار بدأ يظهر تحت ظروف معينة منها كان سفره لفرنسا وعودته هنا بقى شوف الطريقة بتاع التفكير أسامة أنور روكاشة في بناء الشخصيات من خياله جزء من واقع شافه شخص كتير جمعهم في شخص وهنا دي رشاقة ومرونة وعبقرية أسامة أنور روكاشة أنه يجمع لك عشرين شخصية بصفات مختلفة ويبدأ يحط خياله علشان يبني لك شخصية واحدة من ضمن عشرات الشخصيات في مسلسل واحد يظل باقي حتى هذه اللحظة فما بالك بعشرات المسلسلات اللي عملها أسامة أنور روكاشة طبعا ما حفظ اللقب لما بقول أسامة أنور روكاشة غير مسبوقة بكلمة أستاذ ده مش معناه لا فأستاذ أسامة الحقيقة حلة مزهلة وبعدين أستاذ أسامة أنور روكاشة هو قيمة فكرية بالأساس وقيمة فكرية استثنائيا لأنه لم يكن مجرد كاتب وسيناريست وروائي لأنه أصلا أصلا روائي بالمناسبة يكتب فقط أشخاص من الخيال أو حتى في منها حاجات وقعية أو ناس قابلهم في واقع وتجربته الطويلة جدا وتجربته الطويلة المباشرة بشكل حقيقي أستاذ أسامة كان رجل ما شاء يمشي يتحدث مع الناس يجلس على المقاهي العادية جدا يدخل البيوت يعد يفهم يسمع لكن كان عنده طول الوقت فلسفته أفكاره وبالتالي هو فكريا كان رجلا استثنائيا عشان كده كل شغله موجود معانا إلى حد الخلود ده يخليني أبقى كل اللي أنا قلته ده يدفعني دفعا فعلا لشكر القناة الوثائقية على اللي هما بيعملوه في مسألة هذه الحفاوة هذا الانتاج إنه يا جماعة إحنا قناة وثائقية توثق لكل من صنعوا أفكارنا ووجداننا وبنياننا الفكري شكرا جدا 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 لزملائي ورفاقي وأصدقائي الأعزاء في الوثائقية طبعا أنا أخوص دايما بالذكر الشريف سعيد رفيق الرحلة والمشوار الطويل برافو يا شريف وشكرا للمتحدة اللي عملت لنا الوثائقية شكرا للمتحدة اللي كبرت الشبان صغيرين وخلتهم يبقوا كمان مسؤولين عن قنوات وعن قطاعات درينيز منا يعني رئيس القطاع الوثائقي وما إلى ذلك والله ما بهذر ونبتكلم بأمان وربنا سبحانه وتعالى شاهد علي المتحدة سنت سنة جيدة في أنه شبان يشيلوا المسؤولية ويشتغلوا بأيديهم